تقدم معالي سيد أحمد بن برهيم الملة رئيس مجلس النواب بأسماءات التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى وإلى صاحب أسم الملكي رئيس مجلس الوزراء المقر وإلى صاحب أسم الملكي ولي العهد وإلى شعب مملكة البحرين الوفي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى وأشهد رئيس مجلس النواب بحجم التعاون المثمر والإيجابي المشترك بين المجلس النيابي والحكومة المؤقرة التي تكفل تحقيق المزيد من المكتسبات مشيرا إلى التزام المجلس النيابي بالعمل على استكمال المسيرة الديمقراطية ودعم وتطوير المشروع الإصلاحي جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم حيث تم استعراض رد وزيرة الصحة حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بإنشاء وحدة في كافة المستشفيات تعنى برعاية كبار السن بالتفصيل ورجود الواردة من وزير الإسكان حول عدد الطلبات الإسكانية للمحافظة الجنوبية والشمالية في حين تقرر تأجيل تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لمدة أسبوع وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة وفي ذات الجلسة وبعد استعراض الأراءة ووجهة النظر المختلفة من الجانب النيابي وممثلي الحكومة حول المرسوم المتعلق بالانضمام إلى اتفاقية السيداو تم تأجيل البت في تقرير لجنة المرأة والطفل هذا وتم إرجع تقرير اتفاقية السيداو إلى لجنة المرأة والطفل والتأجيل لمدة أسبوعين لإخضاعه للمزيد من الدراسة التقليل الذي قدمته اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص المرسوم بقانون رقم سبعين لسنة ألفين وأربعة عشر بتعضيل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم خمسة لسنة ألفين واثنين بالموافقة على الاندمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو أثار جدلا واسعا اليوم فالتقليل أشار إلى وجود شبهة دستورية في المرسوم وأن مواده تتعارض مع الشريعة الإسلامية في حين جاءت اللجنة التشريعية صاحبة الاختصاص برأي يخالف ما جاء به التقرير اللجنة المعنية بتحديد دستورية من عدم دستورية أي مشروع بقانون يُعرض على المجلس هي اللجنة التشريعية والقانونية وهذه اللجنة قد قالت رأيها صراحة بأنه لا توجد أي شبهة دستورية في هذا القانون وأزيد على ذلك بأن التحفظات المقترحة النص المعدل هو أسلم لمملكة البحرين وهو طبعا ما قامت به دول كثيرة دول عربية خليجية وإسلامية كثيرة ولا رأسها طبعا المملكة العربية السعودية تتحفظت على الاتفاقية فيما يخالف الشريع الإسلامي مرسوم اللي يوجد بشبهة دستورية إطلاقا وهناك تعديل في بعض التوصيات والتحفظات لمملكة البحرين في اتفاقية السيداو اللي نعرف أنه داعمة للمرأة والطفل هذه التوصيات أحكمت بوجود عدم إخلال بالشريعة الإسلامية موقف الحكومة كان حازما وطالبت بأن يتمعن المجلس بحيثيات المرسوم خاصة وأن الحكومة تضع في قمة أولوياتها أن لا تتعارض القوانين مع الشريعة الإسلامية عندما ننظر إلى تعديل القوانين وأدخال أي نوع من التعديلات ننظر أولا لمصلحة الوطن والمواطنين لا نستمع إلى راء المنظمات الدولية وغيرها ونضعها فوق اعتبار النظع في المرتبة الأولى ومصلحة المواطنين والوطن أمام ذلك نحن لا نناقش هذه الاتفاقية هل ندخل أو لا ندخل في هذه الاتفاقية نوافق عليها أو لا هذا الموضوع انتهى من سنوات طويلة والآن نناقش فقط إعادة السياطة المجلس الأعلى للشيون الإسلامية لم يرفض المرسوم وإنما أبقى للتحفظات على المواد الخمسة ما هو وارد في المرسوم لسنة 2014 لبقى للتحفظات فإذا نحن والمجلس الأعلى للشيون الإسلامية على نفس المسار ومتفقين تماما مع بعض كل ما أطلب من مجلسكم موقر قراءة أخرى بعين فاحصة لما هو معروض أمامنا يا جماعة لم يتغير موقفنا ما زلنا متحفظين نتكلم عن إعادة الصياقة ولا مساس بالشريعة الإسلامية المناقشة خلصت إلى تأجيل البت في التقرير وارجعه إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوعين لإخطاعه للمزيد من الدراسة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين